قال الإمام أحمد رحمه الله الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس وإذا فقد الناس العلم فهم بمنزلة أرض بلا غيث العلم أحلى وأغلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمه العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي العلم حياة القلوب والأرواح ونور الأبصار ورياض العقول والهدى الذي يستضاء به كيف نعرف العبادات وكيف نعامل الله بدون علم وكيف نعرف المعاملات وكيف نتعامل مع خلق الله بدون علم ما يمكن ميزان العبد الذي يزم به اعتقاداته وأعماله وأحواله بالعلم من أين يعرف الإنسان الحق من الباطل والضلال من الهدى والسنة من البدعة والصدق من الكذب والحلال من الحرام صاحب العلم بصير والجاهل أعمى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى العالم لا يستوي مع الجاهل قل أل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون العالم مرفوع الدرجة عند الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوثوا العلم درجات إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين بالعلم نزل القرآن أول ما نزل اقرأ 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 وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله أقسم بأدوات التعلم نون والقلم وما يسطرون العلم هذا مراث الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم العلم النافع أجر يمشي بعد موت صاحبه أو علم ينتفع به من الصدقات من الأعمال الثلاثة من دل على خير فله مثل أجر فاعله من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض والحيتان في البحر والنمل في الجحر يصلون على معلم الناس الخير والملائكة تضع جنيهتها لطالب العلم رضا بما يصنع والله أشهد أهل العلم على أعظم حقيقة شهد الله أنه لا إله إلا هو هذه أعظم حقيقة والملائكة وأولو العلم شهدوا أيضا الله ذكر أنهم شهدوا ما في شيء أمر الله نبي بالزيادة منه إلا بالعلم وقل ربي زدني علما فالله رد الناس إلى أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الخيرية وين ما يريد الله به خيرا يفقه في الدين سألوا الله علما نافعا وتعوذوا به من علما لا ينفع ووجاءت النصوص بذلك أسألك علما نافعا ورزقا طيبا أعوذ بك من علما لا ينفع ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم وعلى الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل مرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعيش حيا به أبدا فالناس موتى وأهل العلم أحياء